طيب نرجع بسرعة نقول لكم ما شاء الله النادي اللي عنده لاعب بيلعب في منتخب بلاده هيستفيد من وراه قلنا في دول المجموعات اللي هي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني هياخد النادي بتاعه 180 ألف دولار يعني كان تقريبا 4 مليون و300 ألف يعني قلت مثلا الزمالك عنده جزيري ياخد الرقم ده الأهل عنده علي معلول ياخد الرقم ده ما اعتقدش في حد تاني عندنا فيه بقى بدر بنون هياخد نص المبلغ ده لأنه هو ما بيلعبش في آخر سنتين مع النادي الأهل في المدة كلها يعني ما بيلعبش السنتين كاملين بدر بنون مع النادي الأهل لكن هياخد عنه خلال الفترة اللي هو كان موجود فيها فرجاني ساسي لو راح برضو نادي الزمالك هستفيد تقريبا بخمسين في المية أو خمسة واربين ألف تقريبا يعني خمسين في المية من المبلغ اللي بنتكلم فيه تقريبا تقريبا يعني ده بالنسبة لأي لاعب موجود مع المنتخب والنادي بس المهم طبعا أن نواحي الإدارية في الأندية تبقى واضحة لأنه اتحاد الدولي بعد خطاب رسمي في 11 أكتوبر اللي فات للاتحاد المصري لكرة القدم عشان يخطر الأندية أن هي تبلقه جواب قدامك أهو آخر معاد 31 أكتوبر اللي فات أن أنت تقول مين عندك بيلعب في منتخب بلاده يا رب يعني ما يكونش جواب ده ما تبعتش يا رب المقاولين لو قال على سف الجزيري هياخد برضو في الجزء اللي لعب هناك حوالي 12 ألف دولار من المية وتمانين ألف بتوع الزمالك يعني الزمالك ياخد 168 ألف دولار والمولين ياخد 12 ألف دولار بس يا رب يا رب يكون الاتحاد أخطر الأندية يا رب وزي ما قلنا كان آخر معاد 31 أكتوبر اللي فات وديني بقوله هو عشان اللي بعارفينها النادي اللي مش هيبعت الأسماء ويسجل مالوش ولا ماليه فيا يا رب في كلامي ده ما كونش عملت أزمة الحد لأنه أحيانا الواحد بيبقى خاف إن الجوابات ما بتطلعش في الموعيد المصبوطة لكن إن شاء الله يا رب تكون طلعت يعني لكن أنا حبيت أعلم الأندية اللي ليها لعيبة في المنتخبات إذا ما كانوش عارفين إن انت ليك رقم محترم يعني زي ما قلت مرة تانية 104 مليون و300 ألف ده بسم الله الرحمن الرحيم وهو بيلعب في دور المجموعات لو رحنا بقى لو قدر منتخب بلاده يعدي لدور الستاشر النادي بتاعه هياخد 220 ألف دولار يعني تقريبا خمسة مليون جنيه و250 ألف إذا النادي بتاعه وصل للكوارتر فينالز ربع النهائي هياخد ستة مليون النادي ستة مليون وسبعمائة ألف إذا وصل للسيمي فاينال هياخد 320 ألف دولار يعني 7 مليون و700 ألف جنيه لو لعب فينال وطبعا ده صعب خلينا نكون واقعين يعني ياخد 9 مليون جنيه دي التفريدة لأنه طبعا الاتحاد الدولي اعتمدوا 209 مليون دولار طبعا منتخبات الكبيرة أسبانيا ألمانيا البرازيل الأرجنتين يعني دول اللي هياخدوا فلوس بجد يعني بتكلم طبعا على الأندية يعني إذا المنتخبات بتاعتهم عدت للمراحل دي وأكيد هتعدي هياخدوا أرقام محترمة لكن إحنا ضمنين بالنسبة لدور المجموعات لأن ده أول حاجة في البطولة هياخد زي ما نقولت الرقم 4 مليون و300 ألف جنيه مصري دي حاجة كويسة ترجمة نانسي قنقر